وللمتابعة يندم لنا من بيروت الكاتب الصحفي أسعد بشارة سيد أسعد كيف تتوقع أن يكون شكل الحكومة المقبلة؟ كان يأمل طرفاء التسوية التي أنتشت انتخاب الرئيس عون وهما تيار المستقبل والتيار الوطن الحر أن تكون حصصهما أكبر في نتائج الانتخابات النيابية بحيث يتم تجديد التسوية مع إعادة دوزنة الأحجام وفق قاعدة إضفاء الغطاء الشرعي للتسوية عبر تشكيل حكومة النمو أو حجم طرف مسيحي آخر للقوات اللبنانية اقترب من عدد كتلة التيار وطن الحر يجعل الأمر محرجا بعض الشيء وبالتالي القوات اللبنانية اليوم ستتمثل سيحاولون تحجيم حجمها لكن هناك تفاهم موضوعي بينها وبين رئيس نبي برري والنائب سلمان فرنجي والنائب ولي جمبلات على أن يدخلوا جميعا في هذه الحكومة بما لا يحقق تأكيد سنائية سنية مسيحية عبر سعد الحريري وجبران باسيل نحن أمام هذا المشهد طبعا هناك صراع سيكون حول ما يسمى بالحقائب السيادية والحقائب الخدماتية الأساسية ولا أتوقع أن يكون تشكيل الحكومة بهذه السهولة لا تتوقع أن يكون تشكيل الحكومة بالهين ولكن هل هذا معنى أن وضع سعد الحريري الآن أصبح صعب؟ سعد الحريري انخفضت كتلته من 34 نائبا إلى 21 نائبا وضمن 21 نائبا هناك بعض المقاعد التي تحسب في كتلته ولكنها عند المفاصل السية لن تكون في كتلته بالتالي هو الآن رئيس أكبر كتلة نواب سنة ولكن في المقابل حزب الله وحلفاء حزب الله في الطائفة السنية اكتسبوا بين 18 مقاعد هذا ما حققه حزب الله من قانون الانتخاب بالتالي وضع الرئيس الحريري جيد نسبة إلى علاقته الثابتة بالرئيس عون وكونه سيكون المرشح الأول لتولي تشكيل الحكومة لكن ظروف عودته إلى الحكومة لن تكون محتفظة بنفس عناصر القوة السابقة علما أن عناصر القوة السابقة قد استنزفت أيضا بالتالي نبتت زعمات سنية جديدة وأعادت بعض الشخصيات إعادة انتخابها كالرئيس نجيب ميقاطي على رأس كتلة من ثلاث نواب يعني أربع نواب فيصل الكرامي ابن الرئيس عمر الكرامي النائب عبد الرحيم راد في صيدة في البقاء الغربي النائب أسامة سعد في صيدة بالتالي هناك مجموعة من عشر مقاعد سنية حليفة لحزب الله هذا الأمر سيطوّق سعد حريري وسيضعفه أكثر فالكسا إذن فمن ستكون له الكلمة العليا في الحكومة الآن؟ هناك تفاهم معروف ما بين الحريري وعون هذا التفاهم سيحاول سياغة توازنات داخل الحكومة لمصلحته قدر الإمكان واستبعاد بعض الكتل وأعتقد أن حزب الله لن يسمح بتحجيم نبيه بري ولا سليمان فرنجي ولا السنة المعارضين لسعد الحريري الحزب الله هو المايسترو والقوى الأساسية بالتالي الأمور ستسير وفق هذا المنحة وإذا لم يقبلوا بتشكيل الحكومة وفقاً لما يرويد حزب الله حزب الله قادر أن يعطل تشكيل الحكومة أسابيع ربما أشهر شكراً جزيلاً لك من بيروت الكاتب الصعفي أسعد بشارة ترجمة نانسي قنقر